موسيقى كما هو معروف ومتعرف عليه بشكل عام أن خير الكلام مقلة ودل يمكن اليوم وبهالفقرة بالذات وبالنسبة إليه قد يكون للصمت هيبة تدرك جيدا في حضرة من على حساب تعب أجسادهم ووقتهم بنيت أجيال وتعلمنا الحرف والكلمة ومع هيك شو ما نضاف رح بتبقى الكلمة مأسرة وآسرة قدامهم وما بعرف كيف بهيبة ووقار التلميذ رح أقدر إعلاميا رحب بضيفة اللي شرفني من أكثر من 32 سنة أن يكون استاذة بمدرسة الكرمليت للحكة عن موضوع التربية والتعليم بين الماضي والحاضر خاصة بظل التعليم عن بعد أو عبر الإنترنت استاذ فؤاد الحاج أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا كتير يعني عن جد في هيبة هيك واحد بعد هالسنين يوقف قدام يمكن اللي بالزمان كان يعطينا وهرة أو يخوفنا أو يكون رمز للانضباط اليوم عن جد قديش من جل كل هالدقيقة وكل ثاني عطيتونا إياها من وقتكم ومن جهدكم ومن تعبكم ومن أعصابكم تنكون شو نحنا على اليوم شكرا أنا بداية أريد أن أوجه لك تحية شكر كبيرة من قلبي لأنه أعتبر أنه بنتي وأنا نصر شكرا شكرا معاستك كبيرة وساعة كبيرة وتهانينا للمحطة الموجودة فيها حضرتك لأنه فعلا جوهرة إيمي كتير كبيرة وكلامك أنا بعتز فيه وشهادة بالنسبة لي وبجهة تحية للمحطة الكريمة لأنه ورى الشباب كمان وبوجه لحية تحية كمان لكل الطلاب اللي تخرجوا أمثالك اللي عبي يحضروا واللي مش عبي يحضروا أنا بكبر كتير أنه شوف ناس مثل كون يوصلوا لهيك محلات يعني هذا شيء بفرح لقلبي وبيسعدني كتير يعني فينا هيك نختصر الموضوع هيدا حصات زرع كون استاذ استاذ فؤاد بعد كلها سنين من الخبرة والتجارب التربوية والتعليمية نعم وقدم كل شيء حضرتك شهدته بهالمجال من أكثر من عشر سنين نشوف تغير أكثر من عشر سنين بنمط التلميذ ونمط الأستاذ ونمط التعليم بشكل عام فاليوم هل حقيقة فينا نطرح العنوان اللي هو التعليم بين الماضي والحاضر صرنا جهزين نعمل هيدا المقارنة طبع أكيد جهزية عطول الإنسان اللي بيتابع مثل حضرتك وبتوقف عند هالأمور هيدا شيء طبيعي أنه نقدر نعمل محطة كلامية وحوار بالناء أنه نوصل لنتيجي إن شاء الله هون أنا بحب أوجه كلمي بشكل عام للمعلم قول أحمد أمين معروف كتب المصري معروف جدا بيعطي وصف للمعلم كتير حلو بيقول المعلم ناسك انقطع لخدمة العلم كما انقطع الناسك لخدمة الدين وهو يتاجر بالأرواح والقلوب فإذا أجاد ربح عكولا ربح عكولا تتجمع حوله ونفوسا تتعلق به وإن أسى خسر عكولا أتلفها ونفوسا أفسدها إن شاء الله نحن نكون من هالأسات زيائي ويرجع بيقول إن المعلمين عدة الأمة في سرائها وضرائها لا تنتصر إلا بكوتهم ولا تنهزم إلا بضعفهم نعم تفضل أكيد هناك شغلة بيقولها كمان وكتير مهم بي بظل هالفساد اللي عم نعيشه بها العصر شو بيقول بعدها تتمي بما معناه بيقول إذا الراهب اطلع نظره عن الأمور والقيام الروحية اللي تزم فيها قدام ربه ومال عينه عشي تاني صار راهب فاسد كذلك الإستاذ إذا المال نظره للجاه والعظمي وما شابه ذلك سوري كمان بدي أقولها أنه إستاذ بيكون فاسد بهذه المعنى نعم فيش أوضح شغلة بعد أكيد قبل ما نقول للموضوع لأنه تعليم اليوم عن بعد صار بس نقول تعليم عن بعد يفكرون الناس إنترنت يعني خلص لهم مريد في لأله علما أنه قبل كان في تعليم بالمراسل بالقرن تاسع عشر حلو امتد لحتى آخره بالقرن العشرين تأسست أول جامعة سنة 1982 بشيكاغو بتتضمن برامج التعليم عن بعض حلو هلأ فيما يتعلق بالشيء التي تفضلت وتفضلت في عنا كتير فرق أكيد بالماضي كان التلميذ شي واليوم شي حتى الإستاذ تغير بالماضي كان الإستاذ هو ملقن التلميذ كان يتلقى نطلقين كان فيه ثقة كبيرة فيه العالم يحترموه يحبوه وهالي كبيرة حواله لأنه كان المثال الأعلى وبعد وقال مش أنه رجعت تراجعت صورته كان الأهل يعطوه سلطة مطلقة صحيح الرحمات لك صحيح بها المعنى هذا اليوم بعصر التكنولوجيا والتطور تغيرت المفاهيم تغيرت كثير صار التلميذ عنده عالم والمستقل بذاته كان الأستاذ ينقل المعرفة صار هو يفوت يعمل رشارش محل ما بده تغيرت شو صار فيه شو السلبيات اللي صارت هون السلبيات انه صار التلميذ أو المعلم تجاه هالشي هيدا فقد شوي من هايبته حتى الأهل بظل هالتطورات والتقنيات ما عاد إلهم هايديك السلطة على أولادهم كل شي هون تغير حتى وصلنا استاذ لمرحلة انه حتى الأهل ما بقى يتقبلوا الأسلوب القديم بالتعليم صحيح علما انه يعني إلا بحالات استثنائية أنه ممكن يكون استاذ عنيف جدا ولكن الاستاذ كان صدقا مثل الأب يعني إذا عيت بعيت بحنان الأب إذا يمكن قاصص بقاصص بحنان الأب إذا أكل الواحد مصر على يدو كانت للتربية ما كانت للتعنيف صحيح ولكن حتى اليوم التربية أكانت كلمية أو معنوية حتى الأهل ما يقبلوها يعني حتى مفهوم الأهل بالمية مية مصر لها شي مش بس فقدوا السيطرة على أبنائهم إنما أيضا ما عادوا يرضوا هذا الأسلوب ما عادوا يرضوا أنه ابنهم يكون عرضة لأي عقاب أو مسائلة على كل حال هيدا رح نرجع له في رقم الأسئلة السؤال نرجع له فيه صحيح كتير مهم بس بدي كمان نوه بشغلي بالنسبة للقديم يعني إذا ما نحصر للقديم القديم أنه ما كان التعليم يميسر لكل تلميز صحيح كان التعليم للميسورين ميسورين برافو باللغم من هذا أنتج التعليم الماضي أنتج رجال فكر وعظماء وناس تسلموا مقاليد السلطة وعشنا العصر الذهبي في لبنان من ناحية الازدهار الثقافي والمادي حتى كان في بحبوحة كانت الليرة قداش قداش كالإيمي كان شبه لبنان بسويسرا الشرق من وراء شو مش مثل اليوم وصلنا لعصر الفساد وضيعونا ونهبونا إذا بدك خلنا نقولها بالمشبرح يعني وين نحنا بيلوموا الماضي لا الماضي أحسن اليوم كتير كان في بحبوحة كان في ناس مرتاحة كانت ناس مطامنة بالا تنام وتفتح البوابة يقولوا أنه ما كان لدينا هالهاجة السيدة لالأمني ولا الاقتصادي ولا المعيش كله كان ميسر حتى كان الغني يقدر له أنه يتعلم وكان الفقير إذا ما حصل على فرصة كان يتلقف بشكل كتير في جهد وفي سعي وكان يقدر قيمة هذا الشيء حتى نعرف من أهلينا أستاذ فؤاد بأي ظروف كانوا يروحوا فيها على المدارس إن كان قدام عواصف قدام من ضيعة لضيعة يروحوا ماشي حتى مثلا مضبوط ماشي وحتى يمكن حفيانين يمكن جعانين يمكن بلد كان في قيمة للعالم وسعي من الغني ومن الفقير كان يعرف حتى الفقير بالأخير هو الفقير الروح ولكن الأحواله المادية منا منيحة كان يعرف إنه إذا أجته هذه الفرصة هي يعني العلم هو فرصة لتتغير دينته كل اليوم ما عدنا منشوف هذا الغني مش فرقاني معه لأنه كل شيء مأمل له ما عد بحس العلم بزيده قيمة بالمجتمع صار حتى فيه مفهوم إنه كل شيء بينشارع بالمصاري والفقير بتحس إنه همه على قده وما ما عاني له هذا الموضوع وبيلاقي الطريق كتير طويل بفتش على طرقات أخرى ما بعرف شو تعليقك على لا اللي قلتي كتير كتير مهم يعني الغني اللي عايش بحال الطرف وعارف مدبر حاله صحيح وخاصة لنقول كمان مثل ما هي مش حاجز أموالهم هالربا شو بتفرق معه بس المسكين الفقير المعطر اللي مضطر يعيش هون ما عنده قدرة إنه سافر وإذا معه إرشان حاجزين إياهون يعني فعلا أزم كبيرة عم نعيشها اليوم نحنا بالوطن إن شاء الله إنه ما تطفاكم أكتر بظل جائحة الكورونا اللي هلا هي خطرة ومش عارفين أمت بتنتهي صحيح خطرة إنه مش عارفين أمت بتنتهي صحيح أستاذ كنا حكينا من شوية عن الثقة اللي كان يولي أكان الطالب في التزود من الأستاذ بالمعرفة أول أهل ثقتهم بالأستاذ إنه رح يسكل هالولد اللي عندهم ويخلق منه إنسان كفوق وإنسان قادر إنه يدير حياته اليوم هل فينا نقول إنه التكنولوجيا سحبت هذه الثقة أو استبدلت ثقة الطالب والأهل بثقتهم بهذه التكنولوجيا وإلى أي درجة هذا الاستسلام الكل لكل شيء منتلاقاه يجينا معلب جاهز بس للتعبئة بالرأس قديش خطر على التلميذ يعني اليوم أنا بشك يكون في عدد كتير كبير من الطلاب إنه يقروا أكتر من مصدر ليتأكدوا من حقيقة المعلومة بالمييمية بشكرك على التنوير تنوير كتير مهمة قديش خطر هذا الشيء بكل الحالات بالماضي واليوم الأستاذ هو أب ومربي إذا بطل يكون مربي انتفت للمهمة طبعه مهمته كانت مهمته كانت وما زالت رسولية إذا بدأت تتحول لمهمة وظيفة لتقاضي رياتب هذه تصير مصيبة يعني مما أنها تكون باب رزق لمن سدت في وجه أبو عبد الرزق الأستاذ حامل رسالة وهالرسالة يحاملها بأمانة مثل ما بيقسم يمين الأستاذ أنا أعرف أقسمنا اليمين أول ما بلشنا وبدأ يكون أمين لهالقسم يعني هو مثله مثل الراهب مثل الجندي برافو برافو عنده يمين وعنده رسالة بده قديها حتى آخر رخصة لذلك شو قال جبران تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة فلاحن يغذيه وجندي يحميه ومربي يربيه هذا أهم شيء يعني أنا اللي بدي أقولك يا دموازيل أرزي أنه أهم شيء بهالعمل هذه بظل الانتقال لعالم التكنولوجي والأبحاث السريعة والاستغناء عن المعلم نعم الأهل كانوا عاطين هالثقة وبعدها موجودة ولكن تطور التقنيات خلى شوية يخف وهج هالثقة العالية اللي عطوه إياها لأنه يمكن صار فيه نوع من التلميذ يفكره أنه شوف يفوت بعمل رشير حتى صار بحس التلميذ أنه يستغني ومثل ما قالت حضرتك أنه لازم يشوف مصدر أكثر من مصدر لأن هي عبد ضيعهم صحيح فعلا عبد يعني صار التلميذ جاهز أي معلومة يتلق ها تنكب قدامه ويأخذها أنه يفكر أنه مجرد ما حط كلمتان على صفحة الإنترنت أو على جوجل أو إلى ما هنالك ومطلق موضوع بينعط مرات في مواضيع ما بتكون مبنية على أساس مقالات علمية يمكن شخص عاطي رأي فأصبح كتير سهل يتبن أي رأي بصادف يطلع بوجه مباشرة بالوقت كان الكتاب أولا مصدر ثقة حتى الكتاب كان مصدر ثقة له مرجعيته الشخص الذي كاتبه المعروف كان الطالب مجرد القراءة كانت تتشرب بعقولهم تبقى الكلمات بذهنهم البحث كان بحد ذاته ومحفظ يعني ويعرف أنه يأخذ هالشي من مصدر صحيح اليوم الانترنت ممكن يعطيني مئة فكرة ألف فكرة ما يكون في شي من الأساس فيها اللي أقول كثير صحيح كثير كثير يصيب لأنه اليوم عامل الكراءة دموزة الأرزي مئة بعض يقرأ ومثل ما قلت عن تعدد المصادر أنه الخبرية منصدق صح تأتي خبرية تبقى الخبرية مش مظبوطة شو اللي يأكد لنا أنه يقشع المصادر اللي يروح عليها هو لو كانت موثوق فيها ولكن بدان فيه دايما تحوير يعني مثل الواحد يقول لا إلهة يعني بتقول هذا يكفر لأنه أخفى الجزء الثاني هذه عملية كتير خطرة اليوم قبل كانوا يعملوا أبحاث وين بالمكتبات بالمكتبات يروح يفوت على المكتب يعني شو ينكب كانوا يسافروا عدو اللي يبحثوا بمكتبات يعني لما شخص كان يوصل لمطرح متعود المعلومات تكفي بهذا المكان كان يضطر يسافر يجيب معلوماته من مكان يعني عليك اليوم صار معلب مثل ما تفضلت وقلت صار كل شي معلب جاهز يتقدم لنا يعني أكيد تأثر على هيلة الأستاذ أثر على معنويته على وهجه كثير تأثر صار الأستاذ صديق لأنه مثله مثل غيره يعني أنا مثلا بصادق بفلان بصادق الأستاذ أدعى يعطيني عضايا مش كثير أنا بحاجة لعلما أنه شو ما حصل التلميذ لوان ما وصل بدون ما يبسط المعلومات الأستاذ صحيح وبدون ما يفهم عليها مش ممكن يوصل لحاله ولا لشو خلقة المدرسة كيف بدأت تستمر عملية التعليم بدأت يكون في تلميذ وبدأت يكون في أستاذ وغيرها ما بتصير صحيح صحيح أسليب فرض الوهرة اللي حكينا عنها وحتى طرق المكافأة والعقاب اللي كانت المدرسة بالسابق كان مجرد كلمة تعطي فرح للطالب إذا أجي تهنقته من أستاذته تعطيه فرح عظيم يمكن مجرد كانت تنزل دموعنا إذا طلبوا مننا نطلع من الصف بالزمانات هلأ اليوم التلميذ هو اللي بيصرخ المعلم هو اللي بيترك الصف وبينسحب وبدأ تجي تراضي أهله لحتى ما ينقم على المدرسة في أحد الأسباب اللي خلتنا نوصل لهون يمكن العناوين اللي هي نبيلة في عمقه وفي جوهرة أنه اليوم التعليم أيضا مش بالعنف التعليم بده ياخد بعين الاعتبار نفسية الطفل أو المراهق يعني رفعت عناوين هي بجوهرة جدا نبيلة ولكن بمجتمعاتنا اتاخدت إذا فينا نقول لأقصى الحدود وترجمت خطأ أيضا أديش هذا الموضوع يعني أثر على التعليم أكيد من كل بد لكن بريطانيا اليوم رجعوا سمحوا بالضرب ما بعرف إذا عندك وسط لك المعلومة رجعوا سمحوا بالضرب لأنه فشل حسوا أنه الأسليب الحضارية والتقنيات الجديدة عم نطبق فشلت رجعوا ما بعرف أنا واثق معلومة يعني بين هللانت حتى الناس كمان ما تحرف إذا حدا عم يحضر الحلقة يفهم كلامنا غلط أنه اليوم لما منقول ضرب ما حدا عم يحكي عن جلد مش تعنيف أو الواحد يأزي لدرجة العطب للطفل لأنه هي هالشدة الدين أو هالكف الصغير على الإيد بعدها تندرج بإطار التقنيب بالآه يعني الأهل يحق لهم بهذا شي صحيح صحيح كمان يعني كثير عظموا هذه العناوين وعطيوها مجال لدرجة يعني أعلو الطالب زفيني أقول عن غير حق على حق الأستاذ ووهرته وحضوره مضبوط إنه ممنوع المس تقنيب قاسب يرفضوه لأنه هايك وصلنا اليوم بنا نتعامل مع هالوضع هيدا في كتير يعني الأهالي هني عم بساهم أوقات يعني لو قلت لو تلت عم بساهم لأنه كترة الحماية للتلميذ أنتو بقتحموا ابنكم موجود بالمدرسة لش المدرسة مش أهل ما هي مكان صالح جدا لتحل محل الأهل بكل الأمور يا ما كنا ما يكثير في هالمكاتب اليوم بسيكولوجي والمكاتب الاجتماعي وغيرها هيدا كنا نحن نستدعي الأهل ويجو كان النصح عنا أهم من أي إرشاد ننصر يجي لتلميذ نبعت له عند أهل ويجو أهلك بكرة وكذا كانت هيدا متابعة كتير مهمة أنا على قصة التعنيف أو الضرب ما لا أعرف إذا أسمح لحالي أولا حدا يمكن من البرومو طبعيك وأنا بفتخر وبعتز بهالشخص هيدا نعم ورح أعطيها على سبيل المتعل يعني نعم كنا بيبعيد من هون بيعزا ما بعرف أنا مين بيجي شاب اللي بيقعد حدي عرفته هفلي وقلبي مثل شو بيخبرني هايك وعب بحكي أنا وياه بيقلي أستاذ أنا ماكل هناك كف صاري عبسكرة ما عليش زالي بس هاي الكفرة باني كالعمر صحيح ما رحقول لهو شو ما وقعه ما رحقول شو هو بس أنا بنحني قدام مهلا بالإزائعة بنحني قدام عظمته وقدام نفسيته الحلوي لك كيف أخده يمكن لأنه نحنا كلنا نعرف نتعامل مع الطلاب يهابونا ويحترمونا بنفس الوقت ويعرفوا أنا هون مرق بين هللان ما كان في عنف ما كان في عنف بمعنى العنف بس كان في هيبة للمدرسة صحيح في هيبة للاستاذ إذا أنب التلميذ أو عطاء أي ملاحظة كان يحس بالخجل صحيح وكان بالمقابل إذا كافأوا أيضا يحس بفرح عظيم مبدأ الثواب العقاب هذا مبدأ كتير مهم صحيح يعني اليوم أنا عملت شغلي ميحة قداش تنبسطي بمبسط إذا إجا حدا هناني عليها صحيح يعني عملت شغلي مش منيحة لازم اتعقب وإلا ما بتستمر الحياة صحيح نظام الحياة هيك وهذا اللي عم نشوفه بس غاب الثواب والعقاب عم تطلع عنا أجيال للأسف هشل الحياة بتحيا بالتناقضات صحيح مثل ما عندك ليل عندك نهار ومثل ما عندنا ثواب عندنا عقاب لحتى تستمر الحياة نعم نعم استاذ فؤاد بأغلب الأسئلة تنولنا نوعا ما الطالب ولكن الاستاذ أيضا ما تغيرت سلوكيته مع مرور الزمن يعني حتى نوعا ما صار يسعى في مكان ما للأسهل للتراخي حتى الاستاذ ما عند خليني أقولها مثل ما هي ما عند يقرأ التعليم على أنه رسالة بده يؤدي بحياته أصبحت نوعا ما مجرد مهنة بيروح بيقضي مهنته بيتقاضع أجره وبيرجع لبيته يعني شوية قوية ومنك مقبولة كتير لأنه ملمة بكل الجوانب ومش حلو مثل ما قلتلي قبل ما نبلش بالحلقة أنه الحقيقة بتجرح صحيح هذه حقيقة بتجرح ما في دايما بكل قاعدة في استثناءات في استثناءات يمكن لا يأخله الأمر مش عابلك أنا والدليل ببداية الحديث قلتلك أنه الاستاذ إذا طلع على أضايا غير الأضايا اللي ندر نفسه من أجله بيصير استاذ فاشل أو استاذ فاسد حتى نسميه مظبوط لأنه اليوم نحن بعصر الفساد مشان هايك كتير كتير مهم اللي عم بتفضلي فيه بتقلي أنه الاستاذ أنا لا ما حصيته بشكل عام ما تريخ ولعبت وين اليوم مطلوب منه مهم كتير صعب الاستاذ بالظروف الحالية اللي عم نعيش فيها معطر مش عبدافة أنا كنت استاذ ولا ماني معني بموضوع المتابعة هايدي ولكن اليوم الاستاذ عن جد معطر لألك ليش صروا سنة من بداية الكورونا لليوم عم يقوى ضروب عريتيب وعم يشتغلوا شو خمس مرات زيادة وست مرات في ناس عم تنصرق من القاعدة دايما بالبيت يعني دايما هلا عطول 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 ويارات التلميزة غدينا بجدية صحيح أو الأهل مقدرين صحيح ما حدا مقدر لا الاستاذ عن جد أنا ما في يتهمهم بالتراخي مش عم دافع عنه كوني استاذ عم دافع عنه لأنه حقيقة وكلمة حقت وقال يعني عن جد استاذ رح ناخد هيك وقفة صغيرة نرتاح فيها شوي ونعود لمتابعة الحلقة إذن وقفة صغيرة مشاهدينا ونرجع لمتابعة الحلقة بيدي الحب جاءتني طبعت في سورتك سكن السماء أعطيتني فصرت من أهل بيتك بفرحك غمرتني جئت إليك أحببتك أنت في البدل أحببتني حبك سر إيماني عينك تنظر إلي حضرك يا هزرك يا آني يرعني ملء حنانك يا منبع بحر الحنانك هيا منبع تنظر إلي حضرك يا هزرك يا آني يعني ملء حنانك هيا منبع بحر الحنانك يا لذي إلهي حبيبي سعيد أنا في لقياك في أنت وفي قريبي سر جميل أن أراك قلبك تروتي رصيبي نكنز من طيدي ضيناك روحك شعل تهيب يضرم الحب في وجداني عيلاك عيلاك تنظر إلي حضرك يا هزك يا آني يعني لغ حنانك هيا منبع مصر الحنانك عيلاك عيلاك تنظر إلي حضرك يا هزك يا آني يرعني بالغ حنانك هيا منبع بحر الحنانك عيلاك تنظر إلي حضرك يا هزك يا آني يرعني ملء حنانك هيا منبع بحر الحنانك عودة لكم مشاهدين عن بعد هالوقفة هكا الأصيرة برجع بذكر أنه اليوم حلقة أو هالفقرة هي فقرة تعنى بالتربية وعم نحاول نعمل مقارنة بين التعليم بين الماضي والحاضر وأيضا بذكر أنه ضيفة هو أستاذ ومربي الأستاذ فؤاد الحج أرحب فيك مرة تانية شكرا شكرا الله يخليك أستاذ فؤاد حضور الطالب إلى المدرسة مع كل ما يحيط بالمدرسة من أجواء يعني أكانت معنوية أو مادية من أجواء أدوات مستلزمات يعني عم بحكي عن اللوح عن الطبشور عن المدى اللي بياخده التلميذ بنظره بين مقعده وبين كل هذه الأمور كم مهمة حقيقة لوضع الطالب بوضعية التأهب ووضعية الجهوزية الانتباه مقارنة باللي عم نشوفه اليوم من خلال التعليم عن بعض الولد ممكن يكون مالقوحة تاخت ممكن يكون قاعد ورافع إجريا على الطاولة ممكن يكون عم بوافقوني بالرجي جوا واسبانون بيكون يمكن عم يأكل إذا أكلنا منأكل بالصرف إذا أدياني هكت نقبع ما إيش الحال لا مظبوط وعم بيصير إشي عم نشوفها على الوسائل التواصل اللي عم تكون شبه فضايح يعني قداش اليوم حقيقة التعليم بالمدرسة بظل كل هذه الأجواء اللي ذكرتها مهم للطالب يكون يسقل كطالب يعني سؤالك كأنك عبتحكي حضرتك عن الإعلام بس أنت عبتحكي بصلب التربية الله يخليك فعلا يعطيك ألف عافي مرسي الله الشيء عم تطرحي كتير مهم وقت يقول عن الأستاذ مربي يعني في تربية وهالتربية كيف تحصل بدأت تحصل بالقلب البيئة الحاضنة اللي هي المدرسة نعم اليوم لاش يعملوا تعليم عن بعض لأن هالبيئة هيخسرناها مش موجودة مش متوفرة فيه وباء الله يسترنا منه ما بنعرف أمتها بنتهي ولأمتها لازم تضل السلطات والوزارات ووزارة التربية تواكب تطور هالفيروس لا يشوفوا يبتكروا طرقات جديدة حتى كمان هالتلميذ ما يتضرر يتضرر أكثر ما هلأ وصلوا للضرر نعم اليوم بالنسبة لللي عم تقولي كتير مهم في عنا شوية آخر نقطة قلت لي عنا كنت عم بحكي أنه قديش اليوم الطالب أنه لما بيكون قدام هالأشواء وصل وصل البداية الانضباط بتبلش بالملعب نعم بمجرد ما التلميذي لكون لابس كوستوم صحيح ومتقاهب هو ورفقاته ليقفوا بالصف دقت الجرس إلى معنى صحيح وينة هلأ بالتعليم عن بعد تلك دقت بتعني 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 دقت الجرس وبعيد الشبهة أكيد في اختبار نعمل على يعني قديش هالقضايا وأنه الإنسان كيف غريسه بتتجاوى بوقات مع القصص يعني دقت الجرس تعني وما بدي أقول أنا شو هو الاختبار لأنه نحن عم نحكي بمستوى إنسان إن عملي ممكن فهمك كفية عرفته إذا لدق جرس استعدت أنا للوقفة بالصف وقفت بالصف ما تنسي أنه نحنا كنا بالمدرسة نعمل وعزة الصبح صحيح شو هالوعزة هاي وقبل الوعزة الوطني النشيد الوطني الوقفة بكل احترام ووقار قدام العلم هو عم يرفع مهوذي كلهم يصبوا بنفس الخانة بخانة التربية إنه يخلوا التلميذي يحس بجدية هايبة المعلم ويني نعم بديك تقليلي هلأ بالتعليم عم بوعد في هايبة للمعلم ما دامك عم تعطيني مثل حضرتك إنه والتشيبس والبزراعة والقزا والقعدل يعني ما أمنا مظبوطة اليوم حتى المعلم لو كان بقلب الصف وإذا ما عنده انضباط انتبهي وين ما يعرف يضبط صف مصيبي كمان لأنه أنا كنت من خبرتي مثلا كنت بقول بفضل مع بيتراتي بالإدارة ومواكبة الأوضاع هاي استاذ عنده معلومات واسطة وبيضبط صف منيح خير من استاذ عنده سائل من المعلومات وما بيضبط صف لأنه ما بتتوصل المعلومة صحيح ما بيقدر يوصلها بينما اليوم بعد التعليم عن بعد كيف ده توصل؟ مزبوط بعد يعني التعليم عن بعض اللي يعمل شغل للأهل صح أنا عمشوف يعني فيه تعثر كتير يعمل كمان ناس ما عندهم تلميز ما عندهم لابتوب ما عندهم ينطروا أهل بيهم ليجي عاشية من الشغل ليعطيهم السلولار وخصوصي يعني هون بلبنان بهالظروف الصعبة يعني انقطاع كهرباء والإنترنت مش كتير منيحة ومع تكاليفة عالية الأهل المش قادرين يأمنوا ثلاثة أربعة من أولادهم لابتوبات بدي يكون فيه مداورة بطريقة الاستعمال نعم إضافة لكل شيء حكيناه بس أيضا يعني يعني حتى إذا بدي أقول قبل جائحة كورونا ما بدي كتير بعيد على الماضي الكتير بعيد يعني اليوم كان إذا بدوا يشرحوا درس يعنى بالطبيعة كانوا يظهروا عها الطبيعة ويكون فيه شيء حس قدامهم درس البيولوجي كان لو تجيب قطع بلاستيكية أو ينشرح الأشياء يشوف التلميذي يكون فيه تفاعل بينه وبين المادة وبينه وبين الأستاذ وينه هاو هلا صحيح هادول كيف بيعوضوا استاذ فحر هاو بيعوضوا ممكن هاو بالسؤال الإخراني عندي بتصوّع بدك تجاوب منها لا من جاوب مش مشكلة نحنا متخطس يعني اليوم صار مفروض يعني أنت اللي بتحكي فيه عن جواجب اللي حتى تضل هالرسالة مقدسة شو ما طلوب للتلميذ يعمل وللأستاذ يعمل نعم فيه كل واحد مطلوب منه شيء يعني الأستاذ مطلوب منه يكون واعي أكتر يبتكر طرائق للتعليم بتكون مناسبة للتعليم عن بعد ومع أنه يحرام عم بيطعب كتير وعم بيكلف حاله أكتر من الزوم ومش عم بياخد شيء في أستاذ مش عم بيقبضوه يعني يعني يقاو إذا أخدوا بيأخدوا شيء بسيط ومطلوب منه يكثف جهوده وخصوصا أيضا يعني بانه اللي أنتا ما نكون عم نظلم كتير الأستاذ وحتى الأهل يعني يمكن كان فيه اطلاع مدرسة على التكنولوجيا بس ما حدا كان جاهز لمواجهة هك أزمة ما كان فيه خطط بديلة يعني ما كان فيه خطط بديلة لاستيعاب هذه الجائحة يعني هي أجت براشوتة إذا فينا نقول مظبوط اليوم نحنا مضطرين نعمل سياسي 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 بشان جائحة للتعايش سياسي تربوية سياسي تربوية نعم وتبالج بالأستاذ قلتلك بده يضاعف جهوده بده يبتكر مع التلميذ بده يكون مستوعب شو عم بيصير ويكون مقتنع انه هو لو عمل ريشارش ما فيه درس لحاله هو بحاجة لأستاذي يبسط له الأمور وشرح له إياها ما فيه فيه إدارة بده تتحمل مسؤولية فيه إدارة بده تتحمل المسؤولية لأن الإدارة كمان بحسب حجمها وتواجدها ببيئة معينة مفروض هي تحمي حالها بطرقها يكون عندها ابتكار إذا بدك أكثر كمان نروح الوزارة التربية هي المعنية الأول بهالموضوع هيدا هي اللي بده تحط خطط وبده تحط السياسي مفروض نشوف نحكي مع غيرنا دول بالمحاكات نعرف ما يعملوا؟ يعني يمكن بهالفترة اللي من سنت الماضي ممتدة لغاية اليوم يمكن مع كل هالتوقيف الدراسة اللي صار كان مفروض تكون الوزارات بجهوزية أنها توضع خطة تعليمية تكون درستها من كل جوانبها يعني نحنا نشوف الطلاب قاعدوا بفترة غياب عن الدرس بفترة تعطيل كتير كبيرة وصلنا على عام دراسة جديد بعد الحلول المطروحة هي زيتها الأزمات هي زيتها ما في أي تأدم ما في شيء تغير أبدا وهذا الشيء اللي أقولك عنه نعم أنه ضرورة كسوى أنه يعملوا سياسات تربوية تتماشى مع الجائحة اللي هي مسيطرة على العالم كله اليوم بتعرفي قداش فيه بالعالم الناس نقطعوا بسبب جائحة كورونا مليار و 344 مليون نقطعوا عن المدارس بسبب جائحة كورونا ما عليش بين هللين مع أنه بدي أرجع لسؤال تاني إذا فكرنا بمنطق المؤامرة اللي عادة عم بيحكوا عنا بإطار جائحة كورونا هل أيضا ضمن هذه المؤامرة في نشوف مؤامرة خلق جيل جاهل حسينا في مكان ما بأنه إذا بدنا نخدها لجائحة كورونا من منطق المؤامرة الكنائس ضربت دور العبادة ضربت اليوم هل فينا نطلع أنه أيضا في مؤامرة على الوعي بدوا الناس معلبة ناس ما بتفكير ناس بس بتتلقى فينى شوفها من هالناحية أيضا إذا ما وضعت ضمن بطار المؤامرة وبتعرف اليوم نحن بعصر التقنيات عندك وسائل التواصل طبعي كل ساعة بيوصل لك شي صحيح ولا أنا وصلت لي معلومات للحياة خفت منها حتى اللقاح اللي عم بيقولوا عنه بيخوف بيقولوا أنه بصير يعرفوا كل شي عندهم كل المعلومات عنك أنت حتى عن حياتك البيولوجية هي مش من خلال اللقاح حتى بيعالجوا أنه الإنسان من خلال الشريحة التي تم طرحها لوضع اللقاح عليها حتى اللقاح اليوم بيقولوا لك أنه الرئيس الجديد بأمريكا لو ما هني في أهداف ما بتقولي حضرتك في أهداف نحن مش عم نقدر نعرفها وندركها مضبوط بيقول لك اليوم أنه بكرة ممكن دفاتر السواء إذا بدي عملها الواحد وما أنه عامل لقاح ما فيه يعمله يعني هذي إذا بدت تندرج هو مكان فيه ناس مؤمنة باللقاح وفيه ناس مؤمنة دائما العالم بينقسم ناس بتأيدوا ناس بترفض صحيح ولكن الشي اللي تفضلت وقلت أنا ما بنكروهي ممكن تكون السياسة عالمية هاي لحتى تقيد الإنسان وتعالو مسيّر مش مخيّر صحيح وضربت يعني أهم الأعمدة إذا فينا أقول اللي هي أساسية ببناء الإنسان أكان الإيمان العلم التعاطي واللقاء مع الآخر يعني صرنا عبارة عن كائنات عيشة بكمكم ومغلوقة على نفسها صحيح ما عندها غير هالوسيلة اللي هي عبارة عن عشرة بخمسة عشر سنتي تتوصل فيه مع الآخر صحيح هاي دي يمكن أنا بوافقك الرأي هاي دي سياسي مقصودة سياسي مقصودة يمكن كان يقولوا أنه بدون يخففوا عدد العالم بدون يخفضوا العدد لأنه ما بيعرفوا قلواين واسطين اللي بيعتبروا حالهم الدول الكبيرة العظمى اللي هي بيعتبر أنه هي ولية أمرنا بكل شي يعني عم تتلاعب بمصيرنا وبتتحكم فينا صحيح لا توصلنا لمحلات وهي مدركة جيدا قديش سهل التحكم بالجاهل اللي منه متعلم اللي منه متقف كثير سهل التمشي بالدرجة ما هو مين اللي الناس اللي بيتصيدوا الناس يعني في عندك بضع موجودة اليوم بالمجتمع ما رح أذكرها حتى بتجي لعند بساطاء العقول هاو دي بتفوت فيهم وبتشتغل بساطاء العقول أو ضعفاء النفوس أو ضعفاء النفوس هاو دي بيكونوا مثل العجينة بين ديون بيعملوها وبيعطوها الشكل اللي بدون إياه هن وبتصير بمتناول إيدهم الشخص اللي بيمشي معهم ما ببعض يطلع منهم ليش؟ لأنه خلاص مثل السحر وكل ذلك أنا بوافق على كل شيء وبعرف أنه فيه سياسة عالمية عن جد بدا توصلنا لهون وقالله يصلنا من اللي جاي لأنه خاصة لأنه الوباء ليش معروف عمره صحيح هلأ صحيحة بيبشرونها بلوكوحات وغيره بس ما حدا مين قدر اليوم عمل دراسة شاملة عن الكورونا وعطاكي واحدة أو واحد صحيح أن الكورونا خلاص تؤدي واحد وواحد يسوي اثنين ما فيه بعدها شيء مبهم شيء غامض هو مفتعل هو من عند ربنا أنا بشوف مفتعل مثلا وما أنه مفتعل معناته ما حدا بيعرف غير اللي عمله ما بيعرف قداش عمره وقداش بده يستمر وقداش بده يستعبد يستعبد العالم هذا استعباد جبرنا كلنا نحب كمامات لا يمشي بلا كمامة يعني هيك عن جد إذا بتطلع فيها من بعيد سياسة لكم الأفواه يتعلم الإنسان يطلقها ما يبادر ما يعبر عن رأيك برافو برافو سياسة للتخلي عن القيم الأساسية اللي نحنا منعتمد عليها كناس مثقفين عطيني أكتر ما عم تاخدي مني إن كان الإيمان نحنا كله تعلمناه منكم تسلمي تسلمي إن كان الإيمان أو كان حتى التعليم والفكر يعني بتحسها مؤامرة محبوكة لها خفض نسبة الإنسانية بالإنسان هيك أنا فيني شوفها لا مش بس خفض ليعدموها كليا إعدام ما هو كثير في دراسات أو في مؤكولات بتقول إنه هيدا لتخفيف العالم لتخفيف العالم كأنه هنه مسؤولين عنهم للعالم بالعودة للسؤال اللي كنا عم نحكي فيه هاليوم واحدة من الحلول إذا فينا نقول لمحاولة ضبط التلميذ وتحطوا بجو الدراسة تماشيا مع هالظروف مثلا منيح أن يلبسوا الكوستيوم لو كانوا قاعدين بالبيت شو رأيك بتشجع هذه الفكرة أنا أنا بشجعها ولكن تطبيقها صعب يعني هو نوع من الإلزام ليحسسوا التلميذ بجدية صحيح بس يعني مثلا عم يلبس تياب الخوري عم يلبس تياب القديس وهو عم يجول فيهم بالشاريع يعني أنا ما بتصورها سهل تطبيقها عرفت كيف يعني تياب القديس ما فيه يمشي فيهم بالشاريع الكاهن وهلأ قبل يلبس الكوستيوم بالبيت يعني هو بالكاد كان عم يلبسه بالمدرسة يعني يا مكان ننعاني صحيح إنه هيدا لابس جاكات مش لابس جاكات كان نهار عايد يوم نروح لك بس كان يوم بالسنة اليوم عم نحكي عن سنة وشوية طلاب بحالة فوضى يعني هيدا هيدا بدوا يندرج بالسياسة عامة حتى بدوا ينشغل عليه مع الأهل بدوا ينشغل يعني ليش عم نقولك نحن بحاجة لسياسة تربوية واسعة صحيح يعني من التلميذ الأستاذ الإدارات المدارس وزارة التربية التواصل عالميا مع برا لحتى نعرف كيف نتماشى مع هالجائحة ونتجنبها ونخفف الأضرار نعم حكينا شوية عن هالنقطة ولكن أيضا بدي أحكي عنها بظل التعليم عن بعض وبيظل الوباء بالسابق الأستاذ هو الأب وحتى يصل لدرجة أن يكون ولي الأمر عن التلميذ يعني ممكن ينهي أو يأمر بشيء بخص حياته لأنه هالآت كان فيه ثقة وبالمقابل أيضا كانت المعلمة هي كالأم وهي مصدر الرشد والنصح للطالبة حتى كان للأستاذ دور أنه اليوم من خلال أكان فحوصات طبية أو مراقب التصرفات وكانوا يدول الأهل على نقاط قد تشير إلى خطر ما يداهم حياتهم لهالطلاب أكان خطر صحي أو خطر معنوي أو نفسي اليوم هيدا العامل النفسي بفهم بقدر عود من خلال الإنترنت على العامل التعليمي نوعا ما بقدر وصله فكرة ولكن هيدا القرب من الطالب تفهم وضعه مساعدته نفسيا مساعدته اجتماعيا أنا على حال أموره كيف بنوصل لك حلو سؤال حلو شبه الشي اللي عم تتفضل يتقوليه مثل واحد بنى قصر نعم وجهزه من كل شي ما تخلى شغلي تنقصه أبدا وقت الإجابة يقعد فيه ويتهنى فيه هجر من هالأصر اليوم نحنا بالمؤسسات التربوية كان عندنا أكيب كامل لمواكبة التلميذ قبل شو كنا نعمل كأسادزي ومعلمات نعتمد عن نصح المعنوي نجي نلعت هالتلميذ نحس على شي مشكلة معي نجرب نحنا نعالجوها نحنا كأسادزي اليوم صار فيه مكاتب متخصصة إذا واحد عنده مشكلة باللفظ صحيح فيه ناس قيمين عنده مشاكل بالتركيز بالانتباه كله متابع وكل شيء له أصحاب اختصاص نحنا ليس أصحاب اختصاص كنا نعتمد النصح المعنوي بينما اجت المدارس اليوم صارت كله فيه اختصاصيين وهو دي مش عم يندفع مصاري منشان بس انه رواتب هايك سودا لعا بيشتغلوا عندهم عمل كتير مرتب ومنظم ونحنا كنا نتابعه وفيه كتير تلميذ استفاده ولكن كان الاحساس بمشكلة هالطالب تبدأ من استاذ عنده اختصاص تاريخي يمكن صحيح في مشكلة مع هالطالب يوجهوا على مكان آخر اليوم هايدي يعني عن جد خطرة الأهل بغياب خارج المنزل للعمل بأغلبيتهم يعني في نقول ممكن ما ينتبهوا لهيدا العامل الاستاذ ما عم يحتك بالطالب وجها لوجه ليحس بهيد الفوارق والانترنت عالم كذاب عالم خيالي باللوقت تعطيك عيني اللي تحب تقولي كتير مهم كان الأهل اللي عندهم شغل اللي باية روح على شغله والأمة روح على شغله ما يجهل عشية ما يشوفوش بعضهم كانوا يتكلوا نوعا ما أنه عم يحصل على التربية بالمدرسة صحيح اليوم لا عم يقدر يحصلها بالبيت ولا عم يقدر يحصلها بالمدرسة وهيدي مشكلة كبيرة يعني التربية ولا ممكن أن تحصل مع التعليم عن بعد ومثل ما قال صالي واحد عم يسمع تعرف فيه برامج يحطوها كتير قالوا هيدا مش تعليم عن بعد هيدا بعد عن التعليم صحيح حبا هيدا كتير صحيح لا أو صائبة هيدا بعد عن التعليم مش تعليم عن بعد صائبة لأنه عم نلمسهم من واقع حياتنا اليومية يعني كان ببيوتنا ببيوت أخواتنا رايبنا أصدقائنا يعني يعني حتى الأهل عم يوقفوا قدام مواقف هنج يعني عاجزين أنه كان قبل يفرضوا على الطالب ستة ونصف بدأك توعدها تكون جاهز يعني اليوم كمان مش منطق الطالب بيقوم من اتخذ غري على الكمبيوتر ومش قادر يفتح أيونه مش قادر يقشع يعني صحيح لاش مين لاش عم يكونوا جديين وحتى الأهل ما عم يقدروا يضغطوا الزيادة عليهم لأنه كمان ولد عنده طاقات عنده حركة عنده حياتة زير بوئي لك أكتر من سنة ضمن أربع حيطان صحيح يعني كمان الطالب لا يلامب في مكان ما صحيح صحيح بالمية مية لأنه شغلة طويلة وكبيرة وما في شي بعود عنها ما في شي أبدا بتعود عنها أستاذ فؤاد مرأ معنا هلأ شوي بالسؤال عن موضوع الاختصاصات ولكن أنا مالي بدي انطلق منه لأطرح سؤال آخر اليوم هل في مكان ما تحولت المدارس بعض المدارس بعض المدارس وبعض المدرسين لمؤسسات تجارية وتجار من كترة متطلباتهم وفرض أثقال تعليمية وغيرها على الأهل بحجة مثل ما قلنا ممكن مشاكل باللفظ مشاكل بالانتباه مشاكل بالسلوكيات بدهم حصص نفسية يعني كترت كتير الطلبات هل فيني حقيقة شوفة أنه هي في مكان صحيح ولصالح الطالب أم هي صارت مزايدات على الأهل لأنه من خبرتنا ومن أيامنا نحنا وإيام صفوفنا ودراستنا الأستاذ العادي اللي كان يعلمنا المات أو الفيزيك أو العربة أو أي مادة كان يقوم بهذه الأدوار بشكل طلقائي وشكل بديهي بدون ما يكون صاحب تخصص لا بالنطق ولا بالبسيكولوجية كان يقوم فيهم محبة وإيمانا برسالته يعاني عليك كتير مهم كتير مهم وفعلا خليتني استرجع الماضي والماضي الماضي الماضي القريب قداش كنا نتعايش مع هايك أمور وإياما يجوا أهل يشكرونا فعلا نعالج أضايا حتى منعة الأهل يجوا يسألوا قبلنا تغير شو اللي صار شو كذا نحنا عاملين المكتب البسيكولوجي نحنا لحالنا هلأ اليوم بالنسبة للشي عم تطرحي السؤال اليوم بعض المدارس المؤسسات صار هدفها تجاري أكثر ما نقول الحقيقة صار هدفها تجاري وصار التلميذ عندها زبون هالشي يعني دروس خصوصية زبون زبون تلاقي بس هالطالب ما عم يتقدم مزبوط مزبوط يعني كتير يعني عم تكتري له الدرس وعم تقليله النفع مش عب يصلوا شي صار يعني متل ما بقولوا كل شيء زاد بالمعنى نقص هما اليوم في ناحية ما فينا نلومهم فيها والحق على الأهالي بأي معنى الأهالي اليوم ما عشرتوا ابنهم يروح يشتغل مهنة معينة مهنة كيف مكان ما بدهم إلا ابنهم يعمل مهندس أو طبيب أو كذا بيجيبوا الأستاذي والمدرسة ما فيها تقلهم بيجيبوهم من المدرسة اللي علموهم دروسه خصوصية لأنه ما بدهم إياه يشتغل مهنة بدهم إياه يكون إياه مهندس أو حكيم نعم إذن هون ما فيه لوم المدارس بلوم الأهل علما أنه واللي مش قادر عاب يتعلم عادة هلأ بالناحية الكرتصية إذا بديك تقولي بالمدارس الكرتصية ما فينا نقول أنه نوع من الاستنزاف أو نوع من نوع من خلي الأهل يدفعوا الزيادة أنا بفهمها مثلا قبل كان نستعمل دفتر نكتب فيه كل شي تذكري؟ صحيح نقول للنعاربي فرنسي كذا اليوم ماشي قبلوا إلا كل مادة شو مهما كانت ثانوية بدها تكون إلى دفتر خاص وما بيلحق يخلص الدفتر يعني هيدا عبق على الأهل بس هيدا مش سور شارج يعني هيدا شي ضروري بالنسبة له يطالب الإلتصي أما عامل التجارة فمن في كثير مؤسسات من منزهة عنه أبدا أبدا وأنا بوافق أنه صار فيه هالسياسي هيدا موجودة ويعني حتى للأسف استاذ فؤاد بيوصلوا الأهل لمطرح أنه لما المدرسة بتبلش تنزعج من هيدا الواقع رغم أنها تكون فرض ضده يعني ما بقى عنا الإحساس أنه مثل قبل تسعى بكل جدة تنقل هالطالب من وضع لوضع لا بتعمل محاولاتها معه ما مش الحال تخلى عنه يعني يلاقي المدرسة ثانية بترفع إيدا بتتخلى يعني مثل واحد بتخلى عن ابنه بسهولة ما عندها النفس الطويل من شان تتابعه وبتقلي خلي حدا غيري صحيح علما أنه نفسيا هذا الشيء كتير بيزعج الطالب اليوم لما بيكون معود على وجوه معينة على مكان معين تغيير الأماكن تغيير الأصدقاء كمان يعني عامل نفسه صحيح يعني اليوم شو نفسية اللبناني ما نفسية اللبناني صاري إذا كان عنده سيارة بتحزب شوية بيقلك بدل ما أنا أصل له أبيع وخلي يتبلبش فيها تماما مثل وضع التلميذ اللي عنده شوية مشاكل صحيح نحن ما منا نتبلبش لدينا الإليت يعني بدلا نخلي النخبة لدينا ما منا نشتغل على كيف ما كان بيرايحوا حالهم من هالموضوع بس شو بكونوا عملوا قتلوا نفس يعني يعني شو الأجهات بس هو خطيئة ما هي ما هي عزل نفسك ما هي عزل نفسك ما هي عزل نفسك ما هي عزل نفسك جاي عم بتطلب له بحصص نفسية بآخر شي أنت بتكون سببت له أكبر أزمة نفسية برافو برافو يعني على شتيب بجزء معين على شتيب له نفسيته ودمرته كليا من ناحية تاني شو كنت أعمل له لا فيه سياسات بحاجة لتصحيح سياسات طربوية فيه متابعات لازم تنعمل وكل مسؤول لازم يكون علي مسؤول حتى تبه كل مسؤول لازم يكون علي مسؤول لأن الهيكل احنا معوادين هون ما فيه شيء ينجح عنا إلا بد يكون ليش بتنجح الشركات الخاصة أكتر من العامة لأنه فيها متابعة فيه إنسان إذا مش موجود بمحله من أب عضغري بيجي واحد تاني أحسن منه صحيح مثل فيه عندك حصانة مثلا خاصة بوزارات الدولة فيه حصانة صحيح بيعلم منيح ما بيعلم منيح بيروح كل يوم ما بيروح كل يوم هذه كلها ويني؟ كلها هذه ما فيها جدية وفيها بدية متابعة صحيح بسؤال أخير لأنه بدنا ننتقل لفكرات أخرى وقتنا خلص للأسف مع أنه عن جد ما حسيت بالوقت يعني رديتنا لأيام الماضي الأيام الجميلة في نقول بكل بساطة من فضلك بظل فورة التكنولوجيا اليوم بشكل عام والظروف الأنية لعمل مرفية شو هي تحديات الأستاذ والطالب على حد سواء لا يبقى العلم له قدسيته بلبنان نعم بتصور إنه ممكن شوية حكينا بالموضوع ولكن فينا نختصر نختصر إذا هون بتبلش بالأستاذ اللي بده مفروض منه يبتكر أساليب جديدة للتعليم عن بعد لأنه ما بنعرف قدائش رايحين في الموضوع نعم يفكر مطلوب التلميذ إنه يكون مقتنع إنه ما في عملية التعليم بتتم بدون أستاذ نعم يعني حتى لو جاب هو مراجع أو عمل ريشارش وحطهم قدامه ويدون ما أستاذ يبصطون ويشرحون صحيح ولا ممكن إنه ياخدهم يعني عملية التعلم التواصل انتقال المعرفة بدها تكون بين أستاذ وبين تلميذ هاي القائد العامي طبعا وما بزمانة بتنجح غير هيك صحيح إدارة كمان مطلوب قلتلك تبتكر أساليب جديدة لحتى تحمي هالطلاب من هالجائحة اللي هي وأخيرا وزارة التربية اللي هي مفروض تعيد النظر وتعمل سياسات يعني من رأس الحرام لغاية أصغر طالب لازم يكون في سلسلة من العمل المتكامل والتدابير لحتى نقدر نتخطى هذه الأزمة بدون ما يكون عندنا ضرر تعليمي كبير ونرجع بالتعليم لعشر سنين وعشرين سنين صحيح أنا أستاذ فؤاد بدي أشكر حضورك حضرتك أستاذ ومربة بنرفع الراس فيه بشكر أنك شرفتني بها الحلقة وبشكر كل المعلومات اللي عطيتنا إياها على أمل اللقاء فيك أيضا بمواضيع أخرى وعناوين أخرى أنا بشكرك كتير وما بعرف بها الخاتمة حصيستيني أنه أنا لازم تقضي محلك وأنت تقضي محلي عن جهة أنا أكبر فيك وأفتخر الله يخليك بنوعيتك وبجوهرك شكرا وبكل شيء شكرا لكم وللمحطة كمان شكرا هذا حصار ذلك شكرا على سيادة الله يخليك شكرا